أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في تكتيف الجهود للمساعدة في رفع المعنى عن المرضى ودويهم تنفيذا لتوبهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين وخلال متابعته للجهود المفذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس الماضي جدد مدبولي الإشادة بجهود اللجنة وبتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنصيق مع الوزارات والجهات المعنية من جانبه أوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الشهر الماضي لنحو 524 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي كما تم إصدار 202 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً فضلاً عن إجراء 109 عمليات جراحية وإصدار 24 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي